تعتقد أن هذا الخطاب يعكس إنحيازاً واضحاً لفرنسا نحو المغرب؟ هو إنحياز، هو إنحياز، هو إنحياز، هو إنحياز، هذا واضح، الفرنسا مش جديد قتلك، فرنسا دائماً ما كانت دائماً مع مصالحة الاقتصادية والأمنية وغيرتها والسعية الاستعمارية، فرنسا لم تكن يوماً ديمقراطية لا داخلياً ولا خارجياً يقتلك هذه الأنظمة الاستعمارية الاستدمارية فقط كانت تروّج من خلال قنواتها الإعلامية التي استعمرون بها، يروّجون بأن الديمقراطية ويحترمون حقوق الإنسان والقانون الدولي وغيرها، هذه مجرد كلم فارغ ظهر مع الوقت بأنهم مجرد دول استعمارية في حلتين جديدة.